باشمواندس زي حضرتك اهلا كابتن زي حضرتك زي باشمواندس الحمد لله قد تمام باشمواندس عايز اعرف يعني قرارات مجرد زارة نادي امبي بخصوص سفر من مالي وهل بعتتوا فعلا للتحاد الافريقي وهل هتسفروا وهر للحاد الافريقي يرد عليك ولا لا طبعا احنا بعتنا للتحاد الافريقي تعارفوا وكان فيه اجازات بس لسبوع اللي فاد ده كان يوم الثلاث اجازات تحديد العمال فاحنا بعثنا يوم الاربع الافريقي بنطلب نقل المباراة برا مالي طبعا لان ظروف الامنية وساعاتها طبعا كانت النجري اهلي كان لسه موجود هناك كانش لسه التمكن من العودة يعني والاكتر من كده والغاية لنهاردة الفريق اللي احنا لعبنا اللي هو سيرك لسه اساسا معرفش يروح يعني هو هو كمان محبوس معرفش يرجع مالي طب هالاتحاد فيه خراد يا باشمواندس هو مفروض الاتحاد المصري انت عافل حتى لا نخاطبش هو انا عارف الاتحاد يخاطب الاتحاد اه في اتحاد المصري بعث الاتحاد يوصيخ يوم الخميس ومفروض تمانية واربعين ساعه يرد علينا تمانية واربعين ساعه دول يخلاصوا النهاردة بالليل بس طبعا النهاردة السبت بالجي يعني وغالبا الصبح الصبح بكرة يعني النهاردة السبت عارف السبت اجازة فيهم اعرضنا اكتر من كده يعني في الجواب اعرضنا استضافة المباراة على حسابنا هنا في القهرة يعني لو وافقه فريق مالي انه ميجي لعب المورات تانية هنا في القهرة على حسابنا طيب باشماندس يعني عندي خبر خبرين يعني خبر الاول وقال بعض اللعيب التنادي امبي مش حابة انها تسافر الى مالي للأوضاع الغير مستقرة الامنية الغير مستقرة هناك صحة تحصل خبر باشماندس والله انا اول مرة اسمع الخبر ده من حضرتك معرفش ايه مصدر حضرتك في الخبر ده طيب هناك خبر اخر يعني ايه المصدر في الخبر ده طب هناك يعني انت بتنفي هذا الكلام يعني اه طبعا كلام صودي ما حصلش باشماندس برضو خبر اخر وهناك اتجاه داخل المجلس القومي للرياضة بتغيير اللوايح والمواد بناء على حكم القضاء الاداري بالغاء عملية التعيين لدى عنديت الشركات واعادة نظام الانتخاب مرة اخرى اللهي انا طبعا انا سمعت الكلام ده بس انا مستغرب شوية السبب مين اللي حينتخب ده انا انا مش عارف انت عارف انه اعضاء الاندية الاندية تشفيكات دي عبارة عن الموظفين موجودين داخل الشركات بحكم انهم موظفين مش بحكم انهم يعني بمعنى انا مثلا لو هو عضو عشان هو موظف بكرة طلع اجازة بدون مرتب او طلع او سبب الشركة لاي سبب استقال طلع معاش فصفة العضوية بتسهل منه بشوانز محمد بدر طبعا حضرك بتنفي تمرد داخل صفوف نادي امبي وايضا بتنفي ان وصلك اي حاجة رسمية بخصوص تغيير لقيحة الاندية الشركات من التعيين الى الانتخاب بشوانز محمد بدر رئيس مجزر تندي امبي نشهرك شكرا جزيلا نطلع نفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية